في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول تطوير وتحديث المنظومة التعليمية أكد رئيس الحكومة عزيزة خنوش أن الحكومة حرست تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة لإصلاح قطاع التعليم على جعل القطاع أولوية وطنية راهنة وقضية محورية تستدعي تجند الجميع لتحقيق أسمى غاياتها وأبرز أن إصلاح المدرسة العمومية والجامعة المهربية يحظى باهتمام كبير لدى جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتأ يذكر الفاعلين في مجموعة من خطبه السامية بأن الأمر لا يتعلق بإصلاحات قطاعية بسيطة وعادية وإنما بمعاركة حقيقية ومصار حاسم لرفع التحدي التنموي للمملكة وفق منظور متكامل يشمل الارتقاء بالبحث العلمي وتأهيل الموارد البشرية وحلق فضاءات تعليمية وجامعية تضمن العدالة والمساوات وتكافؤ الفرصي بين جميع أبناء المغاربة موسيقى